موضوعنا اليوم هو the curvature of curves on a service عيد the curvature of curves on a service if r of t يساوي sigma of u of t و v of t is a unity speed curve in a service page sigma الآن لاحظوا بما أنه عندي r of t هو عبارة عن curve in a service patch sigma وهو unity speed فهذا يعني أولا أنه r dot عبارة عن unit vector هذا من جهة ومن جهة ثانية r dot هو عبارة عن tangent vector to sigma إذن لاحظوا عندي if r of t أو sigma of u of t و v of t is a unity speed curve in a service page sigma then r dot is a unit vector لأنه r unity speed and is a tangent vector to sigma اذكروا معيش وتعريف التانجت وعبارة عن المشترقة الأولى الآن hence r dot is a perpendicular to the standard unit normal n of sigma لاحظوا ليش r dot هو perpendicular to unit normal vector تذكر معيش لما تجد r dot هو هو رايح تحصل على sigma u و sigma v ومن ايش يتكون النور هناك cross product من sigma u و sigma v وذكرنا بمحاضرة second fundamental form سابقا شو العلاقة ما بين مكونات cross product ومتجه الناتج عن cross product من هون تقدر تستنتج ليش هو بربن دكرار so r dot و n اللي هو النور بال and cross product and cross r dot are mutually بربن دكرار unit vector رايح تكون على التوالي وبالتبادل هادي تكون شو ما لها متعامدة و unit vectors الآن since r is a unit speed إذن r double dot is بربن دكرار to r dot and so رايح يكون عندي r dot double dot هذا linear combination of n and n cross r dot بمعنى أن r double dot رايح يساو k n في n capital زائد k g في n cross r dot لاحظوا عندي هون عندي r dot k tangent هاي عندي r هاي r في هذي النقطة r dot رايح يكون tangent n اللي هو رايح يكون هون متعامدة مش هيكة مش هيكة هذا رايح يكون عندي n cross r dot لاحظ k n هاي k n هاي k n و k g رايح تكون هادي k g لكن يعني ما هي هذا يعني لما نأخذ r double dot k n في n capital زائد k g في n cross r dot وقلنا r double dot هو linear combination من n و n cross r dot معناته هذه عبارة عن coefficient k n و k g هي عبارة عن coefficient لكن ما هي هذه المعاملة بالنسبة لk n هي the normal curvature اذا k n نسميه normal curvature اما k g نسميها geodesic curvature اذا هذا عندي normal curvature وهذا عندي geodesic curvature الآن احنا كيف نحسب هذه الكوفيشنط اللي هي k n و k g k n اللي هي normal curvature رايح نحسبها بالعلاقة التالية k n يساوي r double dot في n n اللي هو unit normal vector و r double dot اللي هي r double dot المتعارف المشتاقة الثاني للكير r اذا k n يساوي r double dot dot n اما geodesic curvature اللي هي k g فهي عبارة عن r double dot في n cross r dot اذا لقيادة اذا k g يساوي r double dot اللي هي المشتقى الثاني للكير r في cross product ما بين n unit normal vector cross r dot اللي هي المشتقى الاولى لها لكن احنا نعرف انه النور تربيع r double dot يساوي k n تربيع زائد k g تربيع يعني هذه العلاقة رايح تربطها بهذه هذه العلاقة اللي هي النور تربيع r double dot يساوي مربع normal curvature زائد مربع k g لكن احنا نعرف انه k هي عبارة عن النور المشتقى الثاني r او k تربيع النور r double dot لما نعوض هون بدل هذه r k عفوا k يصبح k تربيع يساوي مربع normal curvature زائد مربع k k k k متعارف عليه اللي احنا نعرف واخد لها سابق اذا هذا بالنسبة لل normal curvature لاحظ عنا هنا بالنسبة k 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 مهم وهو انه نتعامل مع r على اساس انه unit speed لازم نتأكد انه المشتق عن ما نحسب normal k k k k k k k k نتأكد انه r dot هو unit speed بمعنى انه norm يساوي وحدة واحدة اذا ما كان النور له وحدة واحدة نعمل عملية normalization اذكروا معي شو عملية normalization انه نضرب المتجه بمقلوب النور له نضرب المتجه بمقلوب النور له فيصبح عندي unit vector اذا ما كان بالاصل unit الان ناخذ بعض الامثلة اللي حساب normal curvature والجيديزيك curvature exam compute the normal curvature of the circle اللي r of t ساوي cosine t sine t واحد on sigma u v اللي u v u تربيع زائد v تربيع لحظوا r هون لو اخذت المشتق الاولى الو اللي هو رايح يكون ناق sine وهون رايح يكون cosine وراح يكون صفر الان لما تجد النور الو r dot هو cosine رايح يكون sine تربيع زائد cosine تربيع 1 اذن unit speed عبارة عن unit speed الان حتى نحسب النور بال curvature اللي هي تحسب حسب العلاقة اللي هي r double dot في n فيجب اني احسب اول شي n ولحساب n يجب ان نحسب اول شي sigma u مشتق sigma بالنسبة u sigma v مشتق sigma بالنسبة v ثم ثم نحسب u ثم نحسب u ثم ثم نجد normal unit vector اللي هو n وبالتالي نبدأ بحساب sigma u اذا نشتق هذا بالنسبة u فهون رايح يساوي عندي 1 وهون رايح يساوي عندي 0 وهون رايح يساوي 2 u وبالتالي sigma u رايح يساوي 1 0 2 u ايضا نجد sigma v اي نشتق sigma بالنسبة لv وبالتالي sigma v رايح يساوي 0 1 2 v اي ان sigma v رايح يساوي 0 1 2 v الان sigma u cross sigma v ناخذ هذا المتجح ما هذا المتجح واذكر ان نحسب زي ما كنا نحسب determinate ذكر معي كنا نحط اول صف i j k والصف الثاني sigma u والصف الثاني sigma v وباستخدام ال covector expansion along the first true the first true اللي هو i u j و k نجد المتجح sigma u cross sigma v او مباشرة ضمن الاحداثيات اللي هي رايح تكون 0 في 2 v ناقص 1 في 2 u اللي هي ناقص 2 u الى اخر فنحسب sigma u cross sigma v رايح يساوي عندي ناقص 2 u و ناقص 2 v و 1 اذا هذا sigma u cross sigma v الان نحسب النورم لهذا اذا النورم ل sigma u cross sigma v يساوي تحت الجذر طبعا الاول تربيع زائد الثاني تربيع زائد الثالث تربيع وبالتالي النورم ل sigma u cross sigma v رايح يساوي 4 u تربيع المربحات زائد 4 v تربيع مربح الثاني زائد 1 اذا هذا هو النورم ل sigma u cross sigma v 4 u ز 4 v ز 1 وبالتالي الن رايح يساوي 1 على النورم هذا اي 1 على الجذر ل 4 u ز 4 v ز 1 في ناقص 2 u ناقص 2 v و 1 وبالتالي الن رايح يساوي عننا هذا المتجم هذا المتجم اذا حسب الن اللي هو عندي هون ضروري لحساب النورم الان شو بدنا نحسب r double dot الان لما احسب r dot هي عبارة عن ناقص sine t و cosine t و صفر الان r double dot رايح يكون عندي اللي هو ناقص cosine t و ناقص sine t و صفر باحض عندي اعيد واذكر بانه هذا unit vector لما كان وبالتالي r dot هو ناقص cosine t و ناقص sine t وصفر الان نجد النورم الان اللي هو r dot dot end اذا نضرب هذا المتجه في هذا المتجه فشو رايح يساوي عندي رايح يساوي هذا في هذا رايح يساوي موجب اثنين u cosine t زائد هذا في هذا طبعا ما حساب على الجذر زائد اثنين v sine t وصفر اذا اصبع عندي نوربال كيرفجر هو 2u cosine t زائد 2v sine t على جذر 1 زائد 4u تربيع زائد 4v لأن لما نستبدل u وv هو عبارة عن cosine t وv عبارة عن sine t لاحظوا لما نأخذ u cosine t وv يساوي sine t تربيع لأن u تربيع ساوي cosine t زائد v تربيع sine تربيع sine تربيع sine تربيع وبالتالي هذا cosine هذا sine تربيع زائد sine تربيع الآن يصبح يصبح عندي 2 بدل y نحط cosine معنا أنه أصبح 2 cosine تربيع زائد 2 v بدل v نحط sine تربيع يصبح 2 sine تربيع هنا نحط cosine تربيع و sine تربيع الآن في المحصلة البص عندما نسحب 2 عام المشترك يظل عندك sine تربيع زائد sine تربيع يصبح 1 إذن 2 وبالمقام لما نسحب من هذا الثاني والثالث 4 يظل عندك sine تربيع زائد 1 إذن بالمحصلة 1 زائد 4 تحت الجذر وبالتالي النورمال كيربشر رايح يكون 2 على جذر 5 إذن النورمال كيربشر رايح يكون 2 على جذر الخمسة الآن المثال الثاني وهو consider the service of revolution اللي هو sigma u v ويساوي f u cosine v f u sine v g u where u هي من u إلى f u 0 u is unity speed curve in r 3 يعني هاذا unit speed لاحظ شو معناته انه لو اشتقينا f 0 g f تربيع زائد g تربيع يساوي 1 1 compute kj of اذن بدو ايش لقيد زي كيربشر هون امريد يعني v constant يعني عما يكون v عنا constant معنا u بد يكون variable و u يساوي constant الان الاول الاول طبعا هنا خليني اذكر هنا ان اخذت انا جاهز على اساس انه حسبنا في محاضرة سابقة حسبنا لما اخذنا second phone لما اخذنا second phone 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 تذكر معي هناك ل second phone 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 كنا نحتاج ضروري جدا الان لانه كان مثلا لحساب l كان sigma u u في n لحساب n كان sigma v v في n وكان عندي m الذي هو sigma u v في n وبالتالي هناك حسبنا فمش رايح حسبه هنا يعني تذكروا من هناك وتشوفوا لي هناك فالunit normal vector هو ناقص g dot cosine b و ناقص g dot sine v و f dot هذا هو unit normal vector طبعا v constant we can use u as a parameter الان نشتق sigma بالنسبة ل u شو رايح نساوي عندي f dot cosine b و f dot sine v و g dot اذا هي sigma u اللي هي f dot cosine v و f sine v و g dot is a unit vector 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 برامتر. الان نجد ايش? هاي عندي ان? نجد سيجما يو يو. نجد سيجما يو يو. اللي هي رايحة تكون عندي اف دابل دوت كوساين في و اف دابل دوت ساين في و جي دابل دوت. اذا عندي هنا ايش سيجما يو يو. الان ذكروا معي اللي هي ار دابل دوت او المشتق الثاني في اين كروس سيجما يو. اذا عندي هذا اللي هو السيروس اللي هو اه اللي هو اه اللي هو ار دوت هون عندي بدأ على سيجما يو. هون ار دابل دوت اللي هي سيجما يو يو. لاحظوا اذا اجتمع الكروس برودكت مع الداتو برودكت بس لطحتي اني اخذبه اه قليت art. والبتالي سيجما يو يو دوت ا اه ان كروس سيجما و هو هبارة عن هاد الديتيران. اول شي احضوا فيوسيجما يو يو ال يو اللي هو اف دابل دوت كوساين في اف دابل دوت ساين في وجي دابل دوت. ثم اه اه ان أنهيه نافذ جي دوت كوسين في نافذ جي دوت صين في وف دوت ثم سيقبا يو اللي هو هذا اللي هو ف دوت كوسين في ف دوت صين في و جي دوت هذا ديتيرمنت رايح يساوي عنا سفر إذا حسبنا إذا تحسبه يساوي سفر وبالتالي رايح يكون لقيادة زكير بيتشر في هذا الحال الأولى يساوي زيرو رايح يساوي زيرو إذن هذا بالنسبة للمطلوب بالنسبة للمطلوب الثاني وهو عندما يكون وعندما يساوي constant we can use v as a parameter إذن لو أخذنا sigma v ناقص f ناقص f sine v و f cosine v أصفا إذن ناقص f sine v و f cosine v و صفا الآن هل هذا sigma v عفوا هل هو unit أم لا الآن شو يصير عندي f تربيع sine تربيع زائد f تربيع cosine تربيع لما نسحب f تربيع إذن sine تربيع زائد 1 إذن بالمحصرة هذا النور إليه يساوي f تربيع تحت الجذر إليه f وبالتالي not unit الآن الآن حكيت أنا يشترط عنا unit curve وبالتالي نحمل عملية normalization الآن لسيجما v بمعنى إنه نضرب هذا المتجه بمقلوب النور لسيجما v الآن النور لسيجما v لهو f تربيع sine تربيع v زائد f تربيع cosine تربيع لكل أصنص طبعا لما نسحب من هنا f تربيع يظل عندي إيش sine تربيع زائد sine تربيع 1 وبالتالي الجذر التربيع إلى f تربيع يساوي f إذن عندي هنا النورب لسيجما v يساوي f وهذا يتضمن من هنا نستنتج نضرب sigma v بواحد على النورب اللي هي واحد فننتج هنا اللي هو سيجما v على f of you حتى يكون عندنا إيش لاحظوا أصلا عندما تضرب هنا هذه رايحة تروح ها يتروح شو ضل عندك sine و cosine sine تربيع زائد sine تربيع ساوي sine تربيع ساوي sine تربيع زائد sine تربيع ساوي وبالتالي أصبع عندي unit vector أصبع عندي unit vector الآن بدي إيش بدنا المشتقة الثانية على أساس نجد القياد القياد شو هي الفورمولة sigma vv sigma vv في إيش في n cross sigma v حسب هذه العلاقة بس هنا شو نستبدلها v هنا نستبدلها v يعني sigma vv dot n في sigma v الآن sigma vv هذه نشتق هذه على أساس إنها قسمة two functions مشتقة البصف في المقام ناخص البصف في مشتقة المقام على المقام التربيع الآن شو رايح يحصل هادا عندي sigma vv على f تربيع هاي ناخذ هي رايح تكون هذه هذا على f تربيع بس أنا سحبت واحد على f تربيع برا ف شو يساوي عنا واحد على f of u تربيع sigma vv في n cross واحد على f هي واحد على f sigma v يعني هذا عبارة عن هذا وهذا عبارة عن المشتقة الثاني لهذا ويساوي الآن لما نسحب هذا مع هذا هذا يعطيني واحد على f of u تكليب واحد على f of u تكليب في شو يظل عندي sigma vv اللي هو ناقص ناقص هي ناقص f cos v ناقص f sin v وصفر مشتقة هاي مشتقة هاي وهذا عبارة عن n هي n اوجدنا ناقص g dot cos v وناقص g dot sin v وف dot هي وهذا اللي هو sigma v اللي sigma v هي اللي هو ناقص f sin v و f cos v وصفر هذا لما نحسب determinants مع 1 على f تقريب رايح نجده f dot على f يساوي f dot على f بمعنى g kervichar في هذه الحالة يساوي f dot على f إذا ملاحظين عندي هنا العصر الأساسي هنا أني لما أجد المشتق يعني هي g o normal kervichar هي بسيطة تشتق يعني sigma u u أو r double dot في n cross r dot لكن الشيء الأساسي هو أنه r لازم يكون unit vector أو sigma u أو sigma v يجب أن يكون unit إذا ما كان عند unit بدي أعمل عملية بحيث أني يصبح unit vector وهذه العملية لعملية normalization أضرب بمقلوب النور زي ما عملنا في هذه الحالة عكس ذلك إذا ما عملنا هي حسبناها نكون حسبناها بصورة خاطئة أي أن normal و ال curvature بهذا الحالة يكون خطأ حسابها إذا ما عملت أو كنت حريص على أنه يكون r dot أو sigma u أو sigma v unit وزي ما احنا بلاحظين هنا الحالة الأولى كان unit بالمثال السابق كان مشت الأمور لكن هو لم يكن unit اللي هو sigma v فعملنا على عملية normalization بأني ضربت sigma v في مخلوب النور إله بهذه عبارة عن الكيربتشر اللي هي النورمال والقياد كيربتشر